وصل صوتك للشكيوة الحياتية طبعاً البداية وكالعادي للبيانات الصادرة عن بعض المؤسسات كانت أعلنت مؤسس مياه بيروت وجبل لبنان ببيان أن وضعت قيد التحصيل جدا والإصدارات العام 2024 اعتباراً من تاريخ 2021-2024 داعية جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2024 وما قبل إلى الجبيت المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لإلى واعتذرت من مشتركيها حالياً عن إمكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أونلاي لتحويل الأموال OMT أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسي وذلك لأسباب خارجي عن إرادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد وأشارت المؤسسي إلى أن وتسهيل المشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عمدت إلى إدخال خدمة بواسطة آلات الدفع الإلكتروني POS Machine بدوائر التوزيع التابعة لألة وأصدرت عدد من القرارات كما ذكرت بي بينا الأعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة 85% تقصية البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفدر أقصاها كانون الأول 2026 تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحاب ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفتر أقصاها كانون الأول 2026 أيضا تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته 40% لاشتراكات المياه بالعيار و50% لاشتراكات المياه بالعداد تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90% تقصية بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين لغاية 12 قصة مفصلة على شكل التالي الأول قبل نهاية شهر كانون الثاني 2024 يعني صرنا هلأ بشباط يعني صار فيكن تدفعوا على 11 دفعة وهلأ برجع بذكركم بالتحصيل 2024 الثاني قبل نهاية شباط بعد فيكن من العام 2024 الثالث بيستحق قبل نهاية أدار الرابع نيسان الخامس قبل نهاية أيار السادس حزيران السابع تموز والتيمن بيستحق قبل نهاية شهر قاب 2024 وعشرين التاسع بيستحق قبل نهاية شهر أيلول العاشر قبل نهاية تشرين الأول والاحد عشر بيستحق قبل نهاية تشرين الثاني وعتبرتها الإعلام بمثابة تبليغ شخصية لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن هوني بالإطار ما ذكرت المؤسسة بالنسبة للتقصيد أو بالنسبة للتحصيل وكما أنا سبق وقلت لكم قبل ما ينزل البيان 13 مليون ولكن هوني بينزيد على 13 مليون 167 ألف 13 مليون و167 ألف هوني بتختلف شوي حسب الصرف الصحي المدون على الفاتورة وهلأ كمان بعطيكم يعني الرقم الدقيق ولكن حوالة 13 مليون وشي بالنسبة للتحصيل لـ 2024 وكما ذكرت المؤسسة ببيانة فيكن بعد تدفعه على 11 دفعة تأسطوة على 11 دفعة بدي تابع كمانا هلأ بدي يعني حاول كمانا للأرقام الدقيقة مثل ما قلت لكم بدي كمان نذكركم بي كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه ببيان السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كنون الثاني 32 528 ليرة عن كل كيلوات بي الساعة و35 781 للمشتركين بالعددات بالقرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر بيبدأ بتلقي الاتصالات على أرقام صوت لبنين على 0132535 0121 380 7611 0203 بيخد الفويس ميسج وعنده إيجابات على شكيوة بونجور خيط سيدو بونجور من فضلت بس بدي أعرف مين المسؤول إذا في عنا شكوى أو حدا عنده شكوى يعني على المولدات وزارة الاقتصاقين وطرق كتير كتير يعني مبتسوى برات الأنوم وعم بيعملوا متل مبدهم وأكتر شي بيقلك ما عجبك روح يا فلان ثلاث نقاط روح شلو الديجنطور يعني مش معقول عم ما في حدا ما في حدا إلا ما عم بيتملك برقابنا يعني وحطنا تحت الأمر الواقع يعني بس بدي قلك سألتني مين الجهة هي وزارة الاقتصاد حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد كنت عم ببعثهم كمان بس كان عم بيصلني شكوى بظل لما كانت الفوضى بهالقطاع كان عم بيصلني شكوى كنت عم ببعثها لأستستار يونس بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد على كل حال إذا عندك أي أو بتتصل فيهم على الرقم الساخن بتفوت على سايت وزارة الاقتصاد في رقم ساخن للتواصل مع حماية المستهلك أو في اكتبعات للشكوى. ما هو المبلغ الذي يجب أن ندفعه للمياه صديقة 13 مليون ليرة هو التحصيل الـ 2024. مثل ما قلت حسب بس في شيء اسمه صارف صحي. إذا بتشوفوا على الفاتورة بيكون مكتوب. بحسب ما قفدتني من شوي من المؤسسة تينا أنه 13 مليون و 167 ألف للصرف الصحي تعرفوا في المناطق العالية وفي مناطق المنخفضة ساحل إذا فينا نقول 167 ألف للمش المرتفعة. هلأ رح تعطيني إذا بتنطروا بعد شوي لحتى أقدر تواصل معه. تعطيني الدقيق بس هو 13 مليون وشي. وشي. هالشي رح نعرف قديش. يلا. آآ بيخد اتصال. آلو. 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 ايه بجول مدى الفايدة. أهلا. وحيتك بدي أنا عندي شكوى بالنسبة للماي. نعم. آآ بيجلد دي بحي جديد. مم. فوق الجامعة اللبنانية. نعم. إلى سنتين المي ما بتجي. ومراجعات وكل شي. وبيقولوا إنه قال ما في مزوط لي يضخوا. بس آآ سنتين ما في مزوط. لحظة مادام سؤال. وخليني استفسر منكم لأنه أكتر من حدا بيعتلي شكوى بتكون هيك آآ شوي آآ واسعة. آآ. سنتين ما عندكم الماء بالمرة أو مشكلتكن بالتوزيع. يعني بتجي الماء عندكم بس ما عم بتعبي. آآ يا ما في ماء بالمرة. ما في ماء مدم. ما حدا بيقلنا ما حدا بيقلنا شو المشكلة يعني. انتو حي بناية شو? آآ لا نحنا ملك خاص بس كل الحي بيشكي حي جديد. كله كله. طيب ما قدمتو عريضة على المؤسسة. ما قدمو عريضة ما بفتكر والله لا. لا بس إنه بدنا نعرف إنه ليه ما بتجي الماء هونيكة. طيب عطينا الرقم تليفونيك رجائعا. آآ أنا زرو آآ. أوكي. كاتر ويتويت. ما في رقم سليولار؟. ستة آآ. أوكي. ستة آآ. أوكي. سيس دو دو. سيس دو. أوكي مادام. مرسي كلا. أهلا فيكي. لا لقلك شو مناسبة الحديث لأنه وصلتني شكوى الأسبوع الماضي. حدا من المواطنين المشتركين. قال لي إنه ما عم توصل للماء اللي عنا صار إلنا ثلاث سنين. في مشكلة ما عم تطلع وإلى ما هنالك. بعتوا لي الجواب إنه من المؤسسين بعد ما توصلوا معه وراجعوا. إنه في عنده ماي حاليا. آآ آآ يومين بالأسبوع. هو يعني مراجعته بخصوص للدوام. بس إنه مش ثلاث سنين بلا ماي. إنه في ماي. بس اللي أصدق إنه الدوام إنه لازم يعطوها مدة أطوال. وهيدي طبعا بتبقى متعلقة بساعات الضخ. ساعات التوزيع الكميات الموجودة. بس مش إنه بالمرة ما في ماي. في إيه في مرتين بالأسبوع عمتج عندكم الماي. بعرف ماناة كيفية عم بس إيه وحقتك تتشكاة. بس ياريت بس بنوصف الوضع مثال مهولة، حتى آيف أنا كيف كمان بدي أتواصل مع المؤسسة به هالخصوص. أوكي آآ 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 آلو أو changing. وهو größ مايkar. fillyB currency. عتيك العافي. بدي أحكي كذا نقطة بس مواضيع بخص تخص وزارة الداخلية ونكابة الساكين سيارة العمومية ووزارة الأشغال. أول نقطة بالنسبة لسيارة العمومية، يتمنى على النقيب أن يحترح على وزارة الداخلية يلغوا النمر العمومي للحمر العديمي ويجعلوا النمر الجديد. تنعرف السيارة المزورة. ثانياً ينفتح مكتب للشكاوي والاتصالات. أي شوفير عمومي يلاحظ سيارة مزورة مدهونة، سيارة خصوصية، يتصل ويعطي الرأم للوزارة الداخلية. يعني المواطن بسيارة ساعدة الدولة. وبعدين هناك الموافف التي توقف السيارات المزورة والأجانب، معروفين مثل المستوصف الحريري أرجلول، ساحة صبرة، فيه عندك بطرابلوس، عندك بلبقع، يعني بتدر تلاحقيهم، والدراجات المرض السلطان هيدولة، تفتح الباب، يفوت فيك. بس ما صديقي ما في نقابة، ما في نقابة، هي النقابة مفروض يعني تنقلوا لأنتو الشكوى، وكيد بتكون عارفة، إذا عندكم شكوى كسائقي سيارات عمومية، عندكم نقابة؟ طيب، وعليك الحال يعني كمان فيها تكون شكوى أو لوزارة الداخلية بإطار الخط الساخن للشكوى، وأكيد المتابعات بتكون من قبل الوزارة الداخلية والقوى الأمنية، بيخد اتصال؟ مجور، وحياتك مادام سايدة، شاطرين هالخواجات يطالبونا بدن 13 مليون للماء، بس من يبقى، لاش هن من يبقى طولنا ماء، من يبقى طولنا ماء، وحل، وحل وحيات عينيكي وحل، من روح نشتري من السوق ماء، حسنا، وين، وين؟ بالصفرة، بكثرة، وين؟ كان في مشكلة قبل إن حالة إجت الماء، بس عكار، وليك عام عاوك راتوا وحل وحيات عينيكي، أدأ إيلا عكار؟ وليك إيلا شي شهر؟ شهر عكار؟ شهر عكار؟ شهر عكتين، اي 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 طيب، رح نراجع فيها المؤسسة، أهلا فيك، بس كتير، هي إجمالا لما يكون في عكار بالماء بيقطعوا، ولكن خف العكار، وبالمحطات، رجعوا وعملوا تصفية الماء، بيرجعوا يبعثوها، على كل حال من راجع فيها، كمان اتصال؟ قالوا؟ طيب، بما إنو حكينا عن الماء، بطارير هيك عامة من المؤسسة اليوم، مؤسسة مياه بيروت وشبل لبنان، ما في أعطال، بأدمى، ما في أعطال كبرى، بأدمى ع أساس إنو المولد يتصلح السبت، ما تصلح بعد لهلأ، بدائرة جبال، مولد الخير بمنطقة الخير، بأضيعة الخير، ما في مزوت، وبالتالي بس عم تاخدوا لما يكون في كهرباء دولي، بس عم تجي على كهرباء دولي، عم بيقدروا يعطوا المحطات، وبالتالي بتم التوزيع فقط على كهرباء الدولي، لهلأ ما في مزوت، هيدا هو الواقع، هلأ من شوي كمان أفادوني بمنطقة جبال، كمان بلاط والجوار، رجعت فيها، إن شاء الله يكون في عندي أكيد إيجابة من المؤسسة على هالشكوى، بدي أخد الفويس ميسج، شارع الماء بالروضة، عم نضل نشتري، ما بتشي كتير، وعالية شارع الفردوس، حد ملح أوكي، كمان بنبعتون للمؤسسة، بنسمع الفويس، بدي رقم التليفون، رقم التليفون، وين بس الفويس ميسج بنتهي؟ نحن هنا، وعلمين لدي شو بم الواقع من هنا، من religions. إن فعلت أن أصلاح لدي شهر بكل مقبض. مواطن ماني بيتي من هونيك. ايه. بس كل ما انزل عبرك حمود بلاي بعد ما صلى حواه. طلي شهرونس. الشارع اه اه مقابل مدرسة. مسروبيان. اوكي. اوكي. بيشارع ارقس. والله برافو عليك بدي هنيك. عنجد بدي هنيك. طلي شهرونس. ايه. بانزل بتطلى بعد ما نزبطوها. بعضو مت ما هو. يلا رح نتبعها مع المؤسسة. ايه. برافو عليك عنجد يعني. فينا نقول امثال المواطن. اللي متل ما بيقولو هيك هي منا يعني بس انو مواطن الصالح يلي لهو ساكن هونيك بس بيمرق من هونيك. وعن بضوع هيدا المشكلة. اه عنجد بشكرك. وانا يعني بدعم اي شخص كمانة. لو ما كان ساكن هونيك وبيعرف المشكلة وعن بيشوف المشكلة. يمكن اه مرء الطريق. فيه تواصل معنا فيه تواصل مع الدوائر المختصة. كلنا بنقدر نساعد وكلنا بنقدر نحسن بها البلد. اخر اتصال بيخدو او بعد في عندي كمانة. يلا. اي فويس. اوكي. مادام سايدة بونجور. بونجور. انا بدي قللك انو بدي حات عندك متل شكوى. اه. ماشي عالطريق قدمي موتوسيكل سوري. واقفوا نص الطريق. زمرت له. شو بيعمل. بصير يسبلي وعايت علي وبيلحقني اي. اه. خلص الفويس. طيب شو بدي اقلك. يعني بس قبل بدي شوف شغلي يعني. اه. اتبهوا يعني اي. يعني اوقات كتير بيتهجموا عليكن. و اه. ما بعرف الواحد كيف بدو بكون معو حق. بصير انو هن لأ معو حق. بغض النظر شو ما كانت جنسيتو يعني. اه. بيخد اخر فويس مسج. واحد ماني واحد. يعطيك العافية. بدي قل بدي قدم شكوى بس بدي احكي معك مادام. انا جوجي عندو بطاقة اعاقة من الشؤون مطلعة من اربع سنين. فهلأ صار ترمة جديدة. راح بدو يجددها للبطاقة. فبيفوت على المركز ليجددها. الحكيم بعشته اياها. بيقول له انت ما لك بطاقة. طب ليش? شو السبب? مع انو جوجي عندو اعاقة. بيقجروا متصاوب من الحرب الالفان وستة. وعندو اعاقة بيقجروا. بس ما بعرف يمكن الحكيم معصب من شي او شي لقشته البطاقة. لما بقى فيه لك ملف. بس وانا بس بدي اعرف بس انو شو هالاجراء هيدا قانوني. مين بالدراجة مع مين بالدراجة. هلأ بعطي لي فويس ما رح نقدر نتناقش. بس فيه فيه اعلى من الحكيم فيه مرجعية وفيه ادارة وفيه رئيسة مركز فيه اه مركز فيه اه رقم تليفون للمراجعات انتهت هون. خزقلو اياها ما رجعتي. ما بعرف ازا هي عم تتوصل معي. على كل حال اوكي. على كل حال رح اه رقمك اه معي واحد مينة واحد. رح نتواصل معك ونشوف شو المشكلة ونبعثها للشعون لمديرة المشروع. اه عندني داق دام. شو هو الدام? اه بوزيتيف. مستشفى ابو جودي. اذا الحاجة ميسي بمستشفى ابو جودي لدم من فئات اه بوزيتيف. على كل حال مسروق تبلو الكهرباء. اه طبعا نبع المي حسراي الجبال. يلا رح ابعتها كمان للمؤسسة. بشكركم. نهار الاربع بلاقيكن ازا الله اراد وصل صوتك بالانون ضيفي محامي. في حدا سألني عن ضبط السير. بكون اه الجواب مع ضيفي بهال اطار. اه دقائق ومنجع منتابع على الموجي السوا. اشتركوا في القناة